كيف عقد سكان هذه المنطقة الغامضة من العالم صفقة الحياة الأبدية؟ ومن سر الخلطة غير المعلنة التي توصلوا إليها بعد فترة طويلة قدوها في التجارب؟ وهل يسمح أصحاب المفاتيح السرية لهذه الحياة ببيع خباياها إلى بقية دول العالم؟ تحولت إلى منطقة غريبة في هذا الكوكب المرة في شوارعها تجاوز أعمار الناس العاديين بعد أن عمروا في الحياة صحيح أن وجوه بعضهم تحمل كل خط سجله الزمن عليها بعقد كامل من السنين لكن أعمارهم تصل إلى مائة عام بعد أن حولوا أسباب بقائهم تلك المدة إلى ألغاز يصعب الوصول إليها وقد كان على الخبراء أن ينهو ذلك الجدل بأية وسيلة لأنهم على علم بأن أعمار الناس ليست بأيديهم لكن هذه المنطقة التي عرفت سر الإيكاجاي شكلت مصدر الحيرة الأول للجميع هؤلاء المعمرون يعيشون في مدينة أوكيناوا اليابانية وقد بدت عليهم علامات الصحة وقدرتهم على تحدي تقدم العمر فهناك لا مجال لأية أزمات نفسية إن الناس في مدينة أوكيناوا يحيون في سعادة غامرة وكأن المعاناة لم تعرف إلى قلوبهم سبيلا كان من الطبيعي أن يتساءل الجميع هل توصل سكان المدينة إلى خلطة سرية للحياة الأبدية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا لم يقرر ترويجها في العالم؟ الحقيقة أن حياة أولئك المؤمنين بمبادئ الإيكاجاي ليست بدعة من حياة البشر هم ينامون كما ينام الناس ويأكلون كما يأكل الناس أي أنهم صحيا لا يزيدون ولا ينقصون في حصولهم على أسباب الحياة عن غيرهم من بقية سكان المدن حول العالم وهنا زادت حيرة الخبراء في بحثهم عن السر الدفين في تلك المدينة الغامضة فإذا كان سكانها يعيشون بمقومات الحياة العادية مثل بقية البشر فما سر أعمارهم؟ حيث يكمل كل منهم بأتعام من الزمان من دون أن يشكوا هما أو يعاني من أزمة ما سر بقائكم وطول أعماركم؟ وما هو الخليط السري الذي يضمنها لكم؟ سؤال كرره الخبراء على جميع من قابلوه من أبناء تلك القرية ولم يعثروا إلا على إجابة واحدة يا سادة إنها الإيكيا جاي هنا أعاد الخبراء سؤالهم بطريقة أخرى وما هو أزمة الإيكيا جاي؟ وماذا تقصبون منه؟ أمام تلك الأسئلة المتكررة اعترف سكان المدينة المعمرين بأسرارهم التي طوروها عقودا من الزمن بعد أن تبين أن لديهم بالفعل خلطة ضمنت لهم طول أعمارهم لكن تلك الخلطة لم تكن مستحضرا دوائيا ولا مشروبا طبيا إنها فلسفة خاصة للحياة هي سبب وجود الإنسان في الحياة وتحقيقه إجابة عملية يوميا على أربعة أسئلة ماذا يحب الإنسان كي يقوم به؟ ماذا يجيد الإنسان في حياته؟ ماذا يحتاج العالم من الإنسان؟ وما هو الشيء الذي يدفع الناس المال من أجله؟ وخلاصة تلك الأسئلة جميعا أن الإنسان عليه أن يدرك معنى الحياة وسبب وجوده فيها فهل ترى أن تلك الوصفة سبب بقاء هؤلاء المعمرين في اليابان أعمارا طويلة؟